تونس دون إسلام سياسي هي مشروع لحرب أهلية تصريح انتهى برئيس حزب النهضة راشد الغنوشي إلى الاعتقاله بقرار من القطب القضائي لمكفحة الإرهاب اعتقال الغنوشي أعقبته مدهمة لمقر حزب النهضة وقرار من وزارة الداخلية بمنع الاجتماعات فيه وفي مقر جبهة الخلاص المعارضة الذي تعرض بدوره إلى الحصار الأمني وجدنا أنفسنا أمام هذه الحادثة الغريبة تحت قانون الإرهاب الذي ينفذ بطريقة تعسفية وفي حق الرجل الذي يحمل اللقب هو مستحق له هو زعيم سياسي وقائد سياسي راشد الغنوشي الذي خضع إلى التحقيق في مناسبات عدة ووجهت له أكثر من تهمة تتعلق بالفساد والإرهاب يتم اعتقاله لأول مرة بعد ثورة يناير اعتقال يعتبره مراقبون منعرجا سياسيا هاما قد يصلوا بالصراع بين الرئيس قيس سعيد ومعارضيه إلى مربعات أكثر توترا بالنظر إلى الوزن الذي يمثله الغنوشي في أوصات الإسلام السياسي داخليا وخارجيا اليوم بإيقاف الرجل الغنوشي يحصل منعرج في المشهد التونسي يذكرنا ربما بالتسعينة القرن الماضي لكن موازين القوى اختلفت اليوم النهضة ليست نهضة التسعينات ورجل غنوشي ليس الزعيم الإسلام السياسي تسعينة القرن الماضي وهناك أيضا حتى معطيات إقليمية والدولية ليست في صالح الحركة اليوم وفيما اعتبره مراقبون تلميحا لحادثة اعتقال الغنوشي دع الرئيس قيس سعيد القضاء إلى محسبة من وصفهم بالعابثين بالوطن هؤلاء سيلقون الجزاء الذي يستحقون وعلى القضاء أن يلعب دوره في هذه المرحلة التي تعيشها تونس لا نريد أن يظلم أحد ولكن لن نترك الدولة التونسية فريسة لهؤلاء في الشارع كما في الأوساط السياسية اختلفت المواقف بشأن اعتقال زعيم النهضة بين من يعتبره محسبة على جرائم حقيقية وبين من يطالب بتطبيق القانون بعيدا عن التصفية السياسية الاعتقالات طالت خلال الساعات الأخيرة ثلاث قيادات أخرى من حزب النهضة في خطوة عدها البعض تصعيدا قد ينذر بمواجهة أكثر حدة بين السلطة والحزب الذي حكم البلاد لمدة عشرة أعوام اعتقال راشد الغنوشي قد يمثل منعرجا سياسيا فارقا وفق قراءة مراقبين ببلوغ نقطة لا عودة في الصراع السياسي بين رئيس قيس عيدا وحركة النهضة في انتظار أن يتوضح مصير الغنوشي في قادم الساعات ربما توفيق عايش الحرة تونس